بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشم من رمضان المبارك عام 1443 وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أنه في العاشم من رمضان يذكر كل مصري بالفخر والإجلال الدور العظيم الذي قامت به قوة مسلحة في معركة أكتوبر المجيدة حيث استطاع رجالها البواسل أن يحولوا هزيمة إلى نصر مبين هذا ووجه رئيس مجلس النواب التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال الذي تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكا كما وجهت تحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة